السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس السابق الخاص بتعليم قواعد اللغة الفرنسية وتصرف الأفعال يعني الدرس 37 رأينا كيف نصرف أفعال مجموعة ثالثة على الإمبراطيف present واليوم إن شاء الله سوف نقوم بتمرين تطبيقية حول هذا الموضوع إذن كما تلاحظون هنا le present de l'imperatif des verbes du troisième groupe سوف أكبر شاشا قليلا حتى تتبعونا معي إذن le present de l'imperatif يعني صيغة الأمر des verbes للأفعال du troisième groupe لأفعال مجموعة الثالثة جبسارب et جبكوفر ألاحظو وأكتشف la grande porte sortez par la grande porte يعني أخرجو منا الباب الكبير جلي le verbe le verbe et ne faites pas de bruit le verbe faites mets les déchets le verbe mettre mets mets les déchets dans la poubelle prenant prenant soin des petits animaux prenant sortez par la grande porte sortez je cherche les sujets أبحث عن les sujets يعني أبحث عن le faile مثلا هنا الى دوسمون كي الى دوسمون دوسمون كي الى دوسمون إذن لحيدو أنهو لأيوجد دو sujet لأيوجد فايل ne faites pas de bruit كي فات كي نفات پا دوسمون دوسمون من من إلادي لن يقوم بي داجيج أو لن يصدر داجيج إذن لأيوجد mets les déchets dans la poubelle كي أو من يضعو لدش نفايات في سلة المهملات كي مات دش دون la poubelle لا يوجد لا يوجد le sujet sortez par la grande porte إذن أين هو le sujet في الجملة أين هو الفايل في الجملة لا يوجد donc je cherche les sujets قولنا أننا بحثنا عنهم ولكن لا يوجد كي رمارك ت مات ت لاحيد أو مات ت لاحيد أو لاحيد أننا لسيج غائب في الجملة لا يوجد لسيج أكوى سارف سارف يعني فيما تستعملوا هذه الأفعال إذن هذه الأفعال سارف سارف أدنى دز أدنى دز كنسي دز ركوماند سارف إذن هذه الأفعال تصلحوا لإعطاء أوامر لإعطاء توصيات لإعطاء نصائح إلى آخر جورتين أستنتيج الأفعال ألي يذهب فر يصنع أخد يأخد أخد أخد يدع أخد 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 ويخرج سان سارف يامو سارف أو أخد 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 يامو سارف في سارف الأمر في سارف أخد donc ألي لإعطاء كيف نصارف في سارف أخد الأمر أولا لدينا deuxième personne du singulier يعني الدمير ثاني في الموفرد نقول 20 مع la deuxième personne du singulier نقول 20 1 перв personne du pluriel نقول اللعن deuxième persan du pluriel نقول اللعن إذن وَا اللعن اللعن اللهدو أنه لم يكتب بجانبيه أي sujet أي دامير أي pronوم هنا نقول la deuxième persan du singulier لتحياتو ولكننا لنكتبو نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء مع الأفعال الأخرى فَرْ پَرْ مَتْ وَسَرْ فَيْ فَهِذُ��U فَيْتُ فَيْتُ وَكَتُ وَتْ مَتْا وَاتِ وَأَیُتُ وَسَرْ وَتَ وَوَاتِ وَأَیُتُ وَإِذن مَدَتُوا نُوَّحِذُونَ نلاحظوا أن تقريبا الأفعال كلها مع la deuxième personne du singulier تنتهي في الأخير ب-S مع هذا le verbe aller الذي قلنا عنه في الدرس السابق لأنه ينتهي ب-A-S نزيل له S أيضا الأفعال التي تنتهي مع la deuxième personne du singulier ب-E-S نزيل لها S في الأخير أما باقي الأفعال الأخرى أفعال مجموعة ثالثة فكلها تنتهي في الأخير ب-S مع la deuxième personne du singulier نفس الشيء مع la première personne du pluriel التي هي أنو تنتهي في الأخير ب-O-N-S ومع تنتهي في الأخير ب-E-Z إذن هذه الأفعال تصرف كما تصرف مع le temps, مع زمن le présent de l'indicatif يعني مع الحادر مثلها, مثل تصرفها مع الحادر أل إمبراطف يعني في سيغة الأمر Un verbe se conjugue à trois personnes أل فيل يصرفوا مع ثالثة دامار إذن فقط مع ثالثة دامار في سيغة الأمر ما هي هاتيه دامار la deuxième personne du singulier يعني تُّ la première personne du pluriel التي هي أنو et la deuxième personne du pluriel التي هي أنو vous مثل 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 هاتيه ستدرسي لكن نحنو سوف نصرفوها مع تُّ مع la deuxième personne du singulier إذن سورتي vos livres et لسي le texte numéro 8 أخرجوا كتبكم وقرأوا نص رقم 8 إذن ماذا سنكتب الآن عندما سنتكلم مع تلميذ واحد فقط سنقول صاغ أخرج طن ليفغ طن ليفغ كتبكم كتبكم وقرأوا le texte le texte numéro 8 لا يقع فيه أي تغير le texte numéro 8 إذن هذا لا يقع فيه تغير جوم لتانيا mettez votre pyjama ارتدوا منامتكم et allez ouli واذهبوا إلى النوم allez ouli يعني اذهبوا إلى النوم lully هو السرير ولكن هذه العبارة عندما نقول allez ouli نقصد بها اذهبوا إلى النوم إذا أردنا أن نتحدث مع تلميذ واحد فقط سوف نقول et va ou li إذن طبعا لا ننسى le point d'exclamation الجوم الجوم الثالثة ouvrez la fenêtre يعني افتحوا نافذة افتحوا وإحذروا إذن ماذا سنكتب؟ هذا الفعل وإحذروا افتحوا عندما نسى عرفوه أوه au présent de l'indicatif مع تي نقصد بها لدى لك قلنا انا الافعال التي تكون فيها اس مع تي نزيلو لها اس إذن نقصد فقط افتحوا افتحوا لا فناتر افتحوا افتحوا Attention Et fais attention Prenez le tram Et venez chez moi Prenez le tram يعني خدو tram و تعالو Et venez chez moi إلى منزل Chez moi يعني إلى منزل إذن مدسن أكتوب Prend Le tram Et Viens Chez moi Je m'entraîne أتدرب Je réécris Le verbe ألي هو الذي يهوم منا سنقول Va A l'hôpital Va A l'hôpital Là ننسى Le point d'exclamation في الأخير Nous devons Mettons Mettons Une casquette Une casquette L'hôpital Vous devez Écrire Une Lettre Vous devez عليكم أن تكتبوا رسالة إذن 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 الفعل الذي يهوم منا هو إكري Vous devez إذن سننتحدث مع vous إذن إذن سنقول Écrivez Une Lettre Écrivez Une Lettre وطبعا لننسى Le point d'exclamation في الأخير Tu dois Partir Plutôt يجب أن تغادر مبكرا إذن الفعل الذي يهوم هنا هو Partir سوف يتصرف مع tu الإمperatif présent إذن ماذا سنقول Par Plutôt غادر مبكرا Par Plutôt يعني غادر مبكرا Je مبالي أو قويم مكتساباتي Je complète أو كميلو le tableau الجدول suivant التالي إذن أعطونا هنا الفعل سوف نسارفوها الإمperatif présent مع la deuxième personne du singulier la première personne du pluriel و la deuxième personne du pluriel إذن فقط لكي لأ أحرر الكتاب يعني كثيرا سوف ننهي هذه الخانة وبعد ذلك ننتقل إلى الخانة الأخرى دون لذلك 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 أعطونا يتعلم إذن نسارفوها مع la deuxième personne du singulier التي هي تُ إذن طبعا لذلك نكتوبو تُ ولكن نقول أَبْرَنْ 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 يَأْتِي يَأْتِي رَمَتْمَ رَمَتْمْ يَأْتِمْ وَارْمْ يَأْتِمْ أَبْرَنْ أَبْرَنْ الموجودة في هذه الأفعال بأكملها وسنعودها بEZ إذن ONS سنزيلها ثم سنعودها بEZ إذن أفرن كوري وي 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 الموجودة مث� الكبير الموجودة إلى كميلو كبير الجدول التالي نفس التمرين سوف نصرف هذه الأفعال في صغة الأمر إذن هذه أفعال أخرى هناك أفعال تكررت في الجدول السابق وهناك أفعال جديدة إذن قلنا ينتظر صرفناها من قبل في الجدول الآخر قلنا نقول أفعال 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 كيير كيي فقط بنسبلي كيي تعرفنا في الدرس السابع والتلاتين قلنا أنالاتي ينتهي بإس ما أعطي في لعبريسان نزيلو له إس في لعبريسان إذن بنسبلي la première personne du pluriel attendre attendon servir servant لنباد الأفعال تكررات في التمرين السابق أجد لاحظة أجد أن تقمع لأعي لكنها تنطقل أفف العلال سنة سنة قيئر تشعر إذن كما قلنا في التمرين سابق فقط سنوزيل O-N-S ونعودوها بـ E-Z إذن أتتنت سابق 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 مزال اللي دورمو دورمي بنو بنو إخريبا إخريبا فساو فات هذا هو هذا سيطنا إياه لأننا نقول فزي وإنما نقول فات إذن من الأفضل أن توقفوا الفيديو قبل تصحيح ثم تنجزوا التمارين وبعد ذلك تكملوا الفيديو حتى ترون إن كان التمرين صحيح لديكم أم لا هكذا تستفيدوا بطريقة أفضل إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله